كنتم توقع ان حمد فاتحي وحجازي ملعبوش لشانا اكون امين مع حضراتكو يعني حصل يعني ما يشبه معجزة طبية وهم كان عندهم ارادة وعندهم الرغبة انهم يلعبوا وموتوا نفسهم بصراحة النهاردة في المباراة واتمنى انهم ملعبوش الماتش الجاي يعني ابدأ بقى اجرب الناس بقى طالما هي تجربة او مغامرة كروش زي ما انا مسمى من الاول يبقى اي حد بقى افشى فيه شك حمد فاتحي فيه شك شناوي فيه شك ملعبوش يبقى افضل بقى واتجرب الناس بتوعك يعني صحيح التالت غير الرابع في البرستيج وفي المكافئات وفي كل حاجة لكنه خلاص بقى اخدها كلها من اولى الاخيرة تجربة او تجارب زي ما بيقولوا يعني بس ده قرار الجايز يعني فان بقى راح قلنا التشكيل وقلت يا جماعة انا حدي رسالة دعم لمروان حمدي طالما ان الراجل مصمم عليه طالما ان الراجل شايفه اللي بينفزله خطته وطريقته وخلاص اوكي فيش مشكلة ومروان اللي الامانة يجيري النهاردة كتير وحاولي النهاردة كتير لكن هي مش دحكاله يعني مش دحكة معاه قوي بس الراجل الحقيقة احنا فيها حاجات باستغربها يعني افشى كان بيعرف يمسي الكورة بيعرف يباصي بيعرف فين البيعرف فيكمل بيعرف فيساعد بيعرف يعمل هجمة فبالتغيير كل الناس لوقعت انه مروان حيطلع وحينزل اا شريف زي ما هي تبقى زبطت الميزان يعني وفي ناس قالت كمان ان حسين فصل هيطلع ينزل شريف مع اا في الشمال احمد رفعت يبقى تزبطت اوي اوي اوش ناس كتير اتوقعت ده يعني ففجئنا انه اللي طلع افشى وانه اللي نزل شريف وانه شريف لقب على الجنب وانه زيزو دخل مكان افشى ده زيزو جيري جاري في الشروط الاولاني لا تتخيلوه فزيزو بقى تهويتو مش موجودة حمد شريف يعيني حطه في اليمين وبعدين لما نزل مصطفى فتح رح حطه في الشمال فشريف بقى يجري يدافع وكل شيء بصوله يعني مبسوط مني كده ده مش دور شريف خالص شريف دوره انه بيحوم حول منطقة الجزاء لانه ده هدف المنتخب وهدف الاهلي في البطولة الافريقية وهدف المنتخب مع كيروش وهدف المنتخب قبل ما يجي كيروش وحاجات كتيرة جدا فانت غيرت يافشا غيرت مكان زيزو ولعبت شريف اللي التجارب اثبتت فشل وجوده على الاطراف من اول الدورة حتى هذه اللحظة انا بتكلم كلام نقض محترم جدا جدا في الجانب الفني يعني ثم رح في الديهات 69 منزل مصطفى فتحي بدل من حسين فصل وهنا عمل الشفت تاني ما بين شريف وما بين مصطفى فتحي فعيني شريف يروح ناحية اليمين وبعدين يروح ناحية الشمال والدنيا متلقبطة خالص يعني اخر لقبطة بلا ادنى داعي ثم قرر انه يغير في الاخر فرح مطلع مروان حمدي في الديهة الاخيرة ورح منزل اسامة فيصل وصمم على الشريف برضو على الجنب وكأنه كيروش كان بيعاقب طول الوقت احمد رفعت انه ساهم بقوة في الفوز على الاردن يعني الولد لما جاب جنف السودان حلوة قوي وكان شكله كويس المباراة اللي بعدها بتاعت الجزائر ما شافش الملعب لما نزلوا في مباراة الاردن جاب جون وعمل جون بعدما كنا وصلنا للوقت الاضافي والناس كلها اشادت بي وقلنا كمان واشادنا بي التغيير لمستر كارلوس كيروش هل هو نوع من انواع العقاب انه الولد سجل وصنع ما هي برضو حاجة عجيبة جدا حاجة غريبة الواحد مش فاهمها يعني انا قلتلكه هقول ما للرجل وما عليه وده هاخد باستفادة مع الكابتن حازم امام ما له انه ايه ده لعيبة فرص ان اللعبة ما كانش ممكن تلعب في المنتخب لعبة انه حط المنافسة كل واحد مش روه من مركزه انه شفنا احمد ياسين وشفنا حسين فيصل وشفنا مروان حمدي وشفنا مصطفى فاتحي وشفنا اسامة فيصل وشفنا محمد عبد المنعم وشفنا عمر كمال وشفنا احمد رفعت كل ده جميل ماشي شفنا مروان داود ماشي اوكي تمام بس خلاص كل ماتش وليه يعني ليه طريقته وليه اسلوبه يعني فالنهار دا الحقيقة كل الاخطاء اتعاملت داخل الملعب خاصة في التغييرات يعني انت ربنا كرمك الشوط الاولاني مسجلتش جات لك الفرصة هتعمل تغيير ما بين الشوطين اعدل شكل الملعب هتبقى في اليمين زيزو هتبقى في الشمال رفعت او حسين فصل زي ما هو هيبقى في القلب شريف ممكن شريف يكون مش موفق وما يجيبش جوايا نوارد جدا ما عنديش مشكلة برضه بس على الاقل لحضرها تبقى لعبت بطريقة صحيحة يعني لكن هل هو مستر كيروش صمم انها تجربة للاخر يعني صمم ان البطولة تجربة للنهاية ما اعتقلش بدلينه كان متوتر جدا وكان منفعل جدا هو خد انذار النهاردة كابتن محمد شوقي خد انذار النهاردة مقدر بصراحة جهد اللاعبة وعرقهم وتعبهم واسرارهم ومحاولاتهم وجريهم وإحنا الحياة من ناحية الدفاعية ممتازين يعني هو الراجل عفكرة مش مدرب هجومي هو الراجل لو بيأمن الدفاع قوي وبيلعب على أمل انه يقدر يخطف هدف من هجمة مرتدة يقدر يباغط الفريق المنافس هو مدرب السمة بتاعته مش مانو الجزي مش هجومي مش حد اللي هو هو فيه ستايلات كده مدربين يعني فيه مدرب متحفز وفيه مدرب بيبقى عنده ريزك وفيه مدرب بيذاكر كتير جدا يعني فمعرفش ممكن من كتر المذاكرة بتجلي منه ما عنديش فكرة لكنه بالتأكيد فيه أخطاء فان هي مش هستفيد قوي عشان قدي فرصة للكابتن حازم يعني انه هتكلم قدي مني مئة مرة في الكرة وازاي نستفيد انا انا قلتلكوا الحقيقة نستفيد ازاي او ايه اللي حصل لانه عشت التجربة دي سنة تمانية وتمانين ديavet اكتر لصنعه